اشتركوا في القناة قبل ذلك وضع زعيم التيار الصدر العراقي مقتدى الصدر نقطة النهاية لعمله السياسي في الوقت الذي يشهد فيه العراق قزمة سياسية على خلفية الفشل في اختيار شخصية لتولي رئاسة الوزراء منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي عثمان الطاهري والتقرير التالي زعيم التيار الصدرية العراقي مقتدى الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي في الوقت الذي يشهد فيه العراق أزمة سياسية على خلفية الفشل في اختيار شخصية لتولي رئاسة الوزراء منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي مقتدى الصدر قال في بيان عبر حسابه بتويتر كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي مكتب الصدر ذكر في بيان أنه يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتفات والتحدث باسم الطيار الصدري بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للطيار الصدري إنها أنهت مهامها يأتي هذا في وقت قالت فيه وسائل إعلام دولية إن الجيش العراقي أعلن حضر للتجول اعتبارا من الثالثة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي بعد أن اقتحم أنصار الزعيم الشعي مقتدى الصدر القصر الجمهورية في بغداد تعبيرا عن غضابهم عقب إعلان زعيمهم اعتزاله العمل السياسي إلى أنجولا حيث أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بعد اجتماع لها اليوم الاثنين تأكيد محضر النتائج النهائية للانتخابات العامة ليوم الرابع والعشرين من غشت الجاري بتثبيت فوز الحزب الحاكم الحركة الشعبية لتحرير أنجولا المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات لوكاس كيلاندو صرح أن رئيس اللجنة مانويل بيريرا دا سيلفا سيقدم في وقت لاحق اليوم محضر النتائج النهائية لهذا الاقتراع وفي موضع آخر أعلن المدير العام للوكالة الدولية للتاقة الدرية رافييل جروسي أنه في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت لضربات في الأسابيع الأخيرة ثارت مخاوفة من وقوع حادث نووي كبير حمزة الخدر وورقة في الموضوع بعثة الوكالة الدولية للتاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا هكذا غرد المدير العام للوكالة الدولية للتاقة الذرية رافييل جروسي على تويتر يخبر العالم أنه سيزور محطة القلق الدولي التي باتت حجرا مؤلما في حذاء أوروبا كلها لما لهذه المحطة من أهمية واشتعالها لا يخدم بأي حال من الأحوال أي طرف من الأطراف جروسي الذي أوضح في نفس التغريدة أن الفريق سيصل إلى الموقع في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي كان يطالب منذ أشهر عدة بالسماح للوكالة بزيارة الموقع مشددا على خطر فعلي بوقوع كارثة نووية موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بقصف محيط المحطة قرب مدينة أنيرغودار ما يجعل المنطقة عرضة للخطر الأمم المتحدة دعت إلى وقف أي نشاط عسكري في محيط محطة سابوريجيا المثيرة للقلق في السياقية الروسي الأوكراني دائما الحكومة السويدية تعتزم تقديم 500 مليون كرون إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها هذا ما جاء في تصريح رئيسة الوزراء السويدية مجدالينا أندرسون وذلك بعد اصدافتها وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبا لإجراء محادثات في نفس الإطار دعا وزير الخارجي الأوكراني السويد إلى تزويد البلاد بأسلحة مثل مدافع الهاوتزر والقذائف وقال ما دامت الحرب مستمرة فسنطلب المزيد من الأسلحة في الخبرية الوطنية تعتبر تعاونية خبازات إيردن نموذجا ساطعا لمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تشجيع التمكين الاقتصاد لنساء المناطق الجبلية والقروية بإقليم خنيفرة هذا المشروع المندرج في إطار البرنامج الثالث من المبادرة المتعلق بتحصين الدخل والإدماج الاقتصاد للشباب يساهم بشكل كبير في تمكين المرأة القروية وتحصين ظروفها السوسيو اقتصادية عثمان الطاهيري تابع هذه التجربة وعدلنا هذا التقرير لنتابعه مغرب الثقافة مغرب التاريخ لنا من الحضارة ما يجعلنا نفتخر الخبز المغربي واحد من إرث الأجداد الذي لا مثيل له حتى وإن حلقت عبر بلدان العالم هنا إقليم خنيفرة نساء نجحن بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن يصنعن لأنفسهن مكانة قوية بين الساكنة من خلال تعاونية خبازات إردن الحمد لله هذه المبادرة تسحت لنا وحد الباب كبير ومن المعاناة التي كنا في الأول كانت منها إن شاء الله نزيدوا القدام ونعطوه معدنا التعاونية شكلت تجربة رائدة في مجال التمكين الاقتصادي لنساء المناطق الجبلية لإقليم خنيفرة ساهمت في تحسين دخل عشر نساء وضمان عيش كريم وتمكنهن من تلبية حاجية أسرهن وعلى طريق الوطنية لتيزنيت لا تخطئ عين المارة منها عربات مصطفى تعرض النعناع جنبا إلى جنب رائحة أوراقه العطرة تفوح إلى الأنفاس على بعد مسافة ينتظر محبوه دورهم لاقتناء ربطة منها المنطقة تشتهر بإنتاج النوع الممتاز من النعناع أمن الصياد وبقي التفاصيل إذا كنت من عشاق النعناع فحقا ستسعى للتواجد هنا الرائحة الزكية العطرة لا تخفى على المغاربة عنصر أساسي في المائدة التقليدية المغربية من أشهر أنواعه نعناع تزنيت المعروف بالتشغاويد هنا لا يمكن للسائر أن يمر دون أن يقتنيه خاصة في فصل الصيف كنا أخذوا كمية كبار نظر الإقبال الكبير للناس الذين يكونوا من جميع أنحاء المغرب يمرون من نتوى السحراء والميم العيون والناس الأخرين يمرون الأقادير والمراكاش كازا والطنجا والحمد لله كنت نس الخارج يأخذون النعناع تبارك الله النعناع تزنيت معروفة بالقالة هذا الشيء لن يأخذونها بكثرة سواء في الشاي أو في بعض المأكولات هذه النبتة المنعشة لطالما اعتبرت أيقونة مدينة تزنيت تروي عطش الضمآن وتبعت الحيوية في جسد من أرهقته شدة الحر مزارع المنطقة يحرصون على زراعته بدون مواد كيموية مضافة النبتة لا يكون لديها البودر يرغي يجيبون نقلة من البلاصة التي يجيبون نقلة ويعودوا يزرعها فيها في بلاصة أخرى وهذا نعنى هذا برا فيه شوية ديالة المرة باش تحصدوه رفي شوية ديالة المرة فاش تزرعوه هو الأول هات بداش تسناعه الثاني واحد لمدة وتسناف ذيك لأرض واش تعطيك ولا ما تعطيكش إلا أعطيك رقص تسناعه الثاني واحد شهرين خمسين يوم طلل شهرين نعناع تزنيت وفوائده المتعددة سمعته تجاوزت الحدود المحلية العائلات المغربية تحرص على اقتناء هذا النوع في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات أو لاستعماله كدواء بديل مفيد ربطة منه ستحملك حتما في رحلة عطرة وفي الخبرية ريادية كدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن التدابير الأمنية في مونجيال قطر عشرين واثنين وعشرين ستكون مشددة للغاية حيث من المتوقع أن يحضر المباريات ما يقرب من مليوني شخص شيء مأبكة والتقرير التالي الأمن في كأس العالم الفين واثنين وعشرين في قطر سيكون صارما للغاية الوعد جاء على لسان سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح ذلك إنفانتينو خلال مشاركته في افتتاح ملعب كرة قدم جديد في سان خوسي بكوستاريكا نرحب بجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم للاحتفال ومشاهدة المباريات غير أن أعمال الشغب والعنف أو أي شيء آخر لن يكون موضع ترحيب وسنكون جميعا صارمين للغاية لأن سلامة الجميع أولوية وأهم شيء عندنا وحسب إنفانتينو ستبدل كل الجهود في قطر من أجل حفلة كروية بامتياز بالنسبة لعشاق كرة القدم ووفقا لإنفانتينو سيسافر ما يقرب من مليوني زائر من جميع أنحاء العالم إلى قطر للمشاركة في موندياليا ألفين واثنين وعشرين أي ما يعادل أزيد من مليونين سما ونصف المليون النجومية لها ضريبة وفي بعض الأحيان تكون قاتلة ينطبق هذا على نجمين بارزين في كرة القدم الأوروبية والأول بول بوكبا نجم منتخب فرنسا ويوفينتوسا لإيطالي الذي يتعرض للابتزاز من طرف شقيقه ومن جهات غير معروفة أما الثاني فهو مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم بياغ أوباميانغ الذي تعرض منزله لعملية سطو خطيرة تفاصيل ما يقع للنجمين مع عثمان الطاهر في هذا التقرير بعيدا عن المستطيل الأخضر نجوم كرة القدم في القارة الأوروبية يمرون من أوقات تختلف لكنها تجتمع في نفس الخان الواحدة عنوان يلخصها الإبتزاز في المشهد النجم القابوني بير إمريك أوباميونغ مهاجم برشلونة الإسباني الذي يحاول إيجاد مكانته رفقة التشكيل الرسمي للبارسا أو تغيير الأجواء بالذهب إلى إنجلترا حتى بات ضحية لعملية سطو مسلحة عنيفة تعرض لها في منزله خلال الساعات الأولى من فجر الإثنين بحسب ما أعلن النادي الكتالونية متوسط ميدان مونشستر يونيتد السابق ونجم اليوفي الحالي بول بوكبا هو الآخر وجد نفسه في ورطة عقب التأكيد الذي وقعه شقيقه ماتيس بوكبا والذي قال من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل اجتماعي أن العالم بأسره والرعاة يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق هذا التقدير والاحترام واللعب في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيا في يوفونتوس وإذا كان شخصا موثوقا به قضايا كهذه من شأنها لا محالة أن تؤثر بشكل كبير لا على بول الذي يعاني أصلا من إصابة خطيرة وهو الطامح للتركيز بأحسن شكل من أجل المشاركة في المونديال أو أوباما يونج الذي يسعى إلى خطف مكانة رسمية رفقة برشلون وفي الأردن أصبحت لعبة كرة القدم منبعا لالتئام الجروح ومتنفسا للاجئين من عدة دول عربية يجتمعون في ساحات ركن السيارات للاستمتاع بأنفسهم ونسيان معاناتهم ومصاعبهم أمن الصياد وباقي التفاصيل في حي مزدحم بمدينة عمان القديمة توجد ساحة صغيرة لركن السيارات ساحة تتحول إلى ملعب لكرة القدم في الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع المستفيدون منها لاجئون يبحثون عن شيء ينسيهم المصاعب اليومية التي يواجهونها الحمد لله اقتلتنا بجنسيات كثيرة يمنيئة، سومالية، سودانية، إراقيين، سوريين وحتى قابلنا أتيوبيين وقابلنا عددهم كثير والحمد لله استمرنا بالتعارف تعارفنا أكثر من تعارف ويسمى هذا كمحبة ومخوة وقمعنا الأردن والله بلعب معهم كيد وحدة كلنا يد وحدة وفيش عمصرية وحبيت الشيء الأساسي هذا وكل واحد يشكي همه للشخص الثاني والشيء الوحيد الذي عجبنا فيه أنه فيش عمصرية هذا ما بيقول هذا صومالي ولا هذا بيقول هذا أردني ولا هذا بيقول أنه يمني فكلنا يد وحدة الحمد لله أناس دفعتهم المشاكل في وطنهم الأم إلى ترك أحبائهم وحياتهم بأكملها وجدوا صعوبة في التكيف في البداية لكن ممارسة هذه اللعبة تحولت إلى ملاذ يجمعهم مع أشخاص يشاركونهم نفس الأوجاع وأصبح الملعب هذا مكانا ينمجون فيه معا ويؤسسون صداقات لتشكيل مجتمع متماسك كانت هذه آخر مواد هذه النشرة نشكر لكم مشاهدين حسنا متابعة في أمان الله